تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية أقيم الحفل الختابي لمسابقة البحرين الوطنية للروبوت في نسختها الثانية عشر وذلك بمنتجع وسبى قصر العرين بتنظيم من قبل وزارة التربية والتعليم ومجموعة برايتس التعليمية المنظم الوطني لأولمبياد الروبوتات العالمية وأقيم الحفل الختامي بحضور سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم والذي أعرب عن بالغ الشكر والتقدير لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة لدعم سموه الكبير لهذه المسابقة الوطنية التي تندرج ضمن مبادراته لتطوير قدرات الشباب البحريني وإتاحة الفرصة لهم للمنافسة عالميا وأشار سعادة الوزير إلى أن تزايد أعداد المشاركين في كل دورة من هذه المسابقة يعكس أهميتها ودورها البارز في تحفيز الطلبة على المشاركة الفاعلة بتقديم الأفكار الإبداعية في مجال الروبوت والذكاء الاصطناعي حيث ارتفع عددهم من 222 طالبا وطالبا من المدارس الحكومية والخاصة في الدورة الماضية إلى 294 في الدورة الحالية وازدادت الفرق الطلابية المشاركة من 74 فريقا إلى 89 هذا العام ولفت إلى الجهود الحثيثة التي تبدلها الوزارة لتعزيز القدرات الطلابية في مجال الابتكار والإبداع والذكاء الاصطناعي والتي تشمل تطوير المناهج الدراسية وتنفيذ الأنشطة والبرامج الإثرائية إلى جانب الدور المهم الذي يلعبه التعليم الفني والمهني في هذا المجال من جانبها توجهت السيدة فاطمة أحمد كمال الرئيس التنفيذي لمجموعة برايتس التعليمية بالشكر الجزيل لسمو الشيخ خالد بن حمد لرعايته الكريمة لهذه الفعالية وإلى وزارة التربية والتعليم على تعاونها المثمر واهتمامها الواضح بدعم وتطوير أنشطة الروبوت والذكاء الاصطناعي في المؤسسات التعليمية بمملكة البحرين لرفع قدرات الطلبة في مختلف الفئات العمرية ثم تم تكريم الفرق الفائز والرعاء وأعضاء لجنة التحكيم كما أقيم على هامش الحفل معرض للمشروعات الطلابية المشاركة هذا وقد جرت المنافسات على مرحلتين الأولى جولة التصفيات التي أقيمت بمشاركة جميع الفرق أما المرحلة الثانية فهي الجولة النهائية على أن تتنافس الفرق المتأهلة على بطاقة المشاركة في أولمبيات الروبوت العالمي بجمهورية بنما خلال الفترة من السابع وحتى التاسع من نوفمبر 2023 وقد سبق إنعقاد المسابقة تنفيذ برنامج تدريبي للفرق المشاركة في مايو الماضي تناول عدد من المواضيع ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر